ما يخص ترتيب جدول أعمال الجلسة احنا عندنا المداولة الثانية راح تكون على تقرير هيئة الغذاء والتغذية لأن كان هناك بعض التعديلات على المقترحات المقدمة ونظرت فيه اللجنة الصحية الموضوع اللي في مداولة ثانية كذلك هو العاملين في القطاع الأهلي كذلك كانت عند الحكومة بعض التحافظات تمت الموافقة على المداولة الأولى والآن راجعوا مداولة ثانية غير ذلك سجل العيني جهز وانتهى تقريره وكذلك راح يكون مدرج على الجد والأعمال كذلك العمل الخيري انتهى وتقريره سيرفع خلال أيام قليلة ما يعني أن يوم 19 الشهر راح يلحق عليه وكذلك راح تأسيس شركة محطات الكهرباء وتحليات المياه كذلك راح يكون جاهز هناك أولويات أرسلة للجان في التعليمية هناك مشروع قانون الجامعات الحكومية الخاصة ما انتهى إلى الآن من تصويت عليه داخل اللجنة لكن هذا طالبين أولوية هناك قانون التأمين في المالية هناك قانون تنظيم التخصيص في المالية كذلك وفي المالية كذلك الغش التجاري هذا المفروض أن يخلص ليس على الجلسة القادمة إن شاء الله الجلسة اللي وراها